دار صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جناح المغرب وعدد الأجنحة الوطنية المشاركة في معرض السيال الشرق الأوسط 2015 أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجال الأغذية والمشروبات وخدمات الضيافة والتي تقام دورته السادسة في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض أدنك وقد تجول جلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان في الجناح المغربي وتعرفا على المعروضات التي تضمنها الجناح والتي شملت الأطعمة العضوية وصناعات الخاصة بالتمور والعسل وأنواع مختلفة من الأكلات المغربية التقليدية إضافة إلى المستحضرات التجميلية الطبيعية حيث عرضت مجموعة من الشركات المتخصصة عددا من الابتكارات في الأغذية الصحية وزار جلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان جناح شركة جنان للاستثمار التي تأسست في 2005 وتعمل في إطار دعم الأمن الغذائي للإمارات وتملك الشركة حاليا استثمارات غذائية في الولايات المتحدة وإسبانيا والسودان وأثيوبيا ومصر وأشاد جلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان في ختام الجولة بما شاهداه في الجناح المغربي والأجنحة الوطنية التي تؤكد مشاركتهم في مثل هذه المعارض المتخصصة بمستوى تطور والتقدم الذي وصلت إليه الصناعات الغذائية وهي خطوات مهمة وأساسية في دعم الأمن الغذائي العربي